نرى السلطان في المسيح الذي هو فوق الزمن في أزليته وأبدية أيضا ألم يقل في بشارة يحن الإصحاح الثامن والآية 58 قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن والسؤال من يتجرأ من يستطيع أن يقول هذا الكلام إما أن يكون مختل عقليا أو إما أن يكون صادقا كل الصدق وعندما تدرس حياة يسوع المسيح تكتشف طهارته تكتشف قداسته تكتشف سموه وتفوقه على كل شيء فهذا الإعلان لا يمكن أن يصدر من أي شخص عادي فكون أن يقول قبل إبراهيم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فإذا هذا قمة الإعلان وهذا يتخطى الزمن سواء الماضي سواء الحاضر سواء المستقبل وحقيقة إنه فوق الزمن يتخطى حدود الزمن فهو غير محدود في الزمن تستطيع أن تقرأ هذا الشيء في سفر رؤية لصاح الأول عندما قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الكائن والذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء ثم قال أنا هو الأول والآخر من يستطيع أن يقول هذه التعبير أو هذه الكلمات إلا الله وحده سبحانه تعالى فإذن المسيح يعني له السلطان الفائق لأنه فوق الزمن وغير محدود في الزمن فهذا يعطي السلطان المطلق الكامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة